نواصل في هذا الفيديو مع شرح طريقة المحاكاة باستعمال برنامج SolidWorks بعدما رأينا كيف نحدد المادة المستعملة في هذه القطعة وتحديد الفيكسشورز ثم تحديد الأحمال الخارجية نمر الآن إلى الخطوة الأهم وهي المش ماذا يعني المش؟ طبعا باختصار شديد هذه المحاكاة يستعمل فيها ما يسمى بالFinance Element Modeling النمذجة بالقطع المتناهية الصغر يعني يتم تجزئة هذا الصدد إلى آلاف أو ملايين أو مليارات القطع المتناهية في الصغر الملتصقة بعضها في بعض التي في النهاية تكون هذا الصدد وهذا الشكل ثم يتم الحساب آليا باستعمال الحاسب الآلي وباستعمال البرنامج نفسه الحساب بكل قطعة صغيرة لحالها ثم يتم إخراج النتائج طبعا هذا كلام عام وكلام نظري لا يمكن أن نفهمه إلا بالإيش إلا بلما نشوف التقسيم هذا تقسيم لأجزاء عيانا يعني خلينا نمر إلى الخطوة هذه نضغط Right Click نضغط Right Click على Mesh ثم نعمل Create Mesh بتجينا في العليسار هنا تحديد المش هذا يكون Course أو Fine يعني صغير أو كبير خليها زي ما هي ونعمل Tick OK أتوقع الآن المسألة أوضح شايفين القطعة كيف صارت مقسمة إلى أجزاء صغيرة على حسب حجم هذه القطعة المتناهية يكون عددها أما عدد عالي جدا أو عدد صغير وكل ما زاد كل ما صارت القطعة أصغر هذه الألمنت كل ما صار عددها أعلى وكل ما صارت الحسابات تحتاج وقت أكثر طبعا هذا ميثال صغير لا يحتاج منه وقت كبير للحسابات على طول راح يطلع النتيجة البرنامج راح يطلع النتيجة هذه طريقة Finance Element تستعمل للنمذج السريع وللمحاكات Simulation هي من أهداف أو من تطبيقات هذا البرنامج Solidworks بعد ما خلصنا المش طبعا على طول نروح نعمل Save نحفظ الملف بعد ما طلعنا المش نروح نطلع النتائج نجي على Part 2 هنا ونعمل Run على طول طلعت النتائج بسرعة هذه النتائج لو شايفين Results هنا على اليسار معانا Stress 1 Displacement 1 Strain 1 يعني 1 هي نسبة لل Study اللي هي Study Number 1 هنا فبيطلع لنا نتائج بخصوص الإجهاد بيطلع لنا نتائج بخصوص ال Displacements تحرك الحركة ويطلع لنا نتائج بخصوص ال Strain اللي هو الإجهاد ثلاث أنواع من النتائج يمكن دراستها وهنا بيشوفنا حتى أنه يعني Deformed Result ممكن حتى نخليها يعني Not Deformed تمام وبي ديفولت يطلع لنا إيش البرنامج يطلع لنا نتيجة بي ديفولت اللي هي الفوميزيس بالباسكال نيوتن على متر تربيع الفوميزيس اللي هي واحد من الفيليور كريتيريا ترجمة نانسي قنقر